يسر جمعيات وعد في ملتقاها الأسبوعي أن تستضيف هذه الليلة الدكتور والناقد الثقافي نادر كاظم ليحدثنا عن كتاب خارج الجماعة ولكن قبل ذلك علينا أن نذكر بأن هذه المحاضرة ستكون مؤقتة بساعة واحدة لا أكثر سيتناول أو سيعرض الدكتور في أول عشرين دقيقة منها ما يريد أن يقوله عن هذا الكتاب الثقافي المهم وبالخاصة للمشتغلين في الحقل الثقافي والسياسي ثم بعد ذلك إجرائيا سنفتح باب التساؤلات لمن لديه سؤال ثم سيجيب الدكتور على هذه الأسئلة وبعد ذلك سنفتح باب التدخلات حول ما أطرح أو حول الكتاب وفي النهاية أيضا سيتداخل الدكتور في النهاية وبعدها سنختم ملاحظة الثانية هي إغلاق الهواتف النقالة حتى لا تشاغبنا الدكتور نادر كاظم أكاديمي وكاتب وناقد ثقافي حاصل مرتين على جائزة الكتاب البحريني المتميز لعامي 2003 و2004 هو أستاذ الدراسات الثقافية بقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآذاب جامعة البحرين وقد أدار تحرير مجلة العلوم الإنسانية في جامعة البحرين في الفترة 2005 إلى 2014 كما أدار تحرير مجلة ثقافات وتصدر عن جامعة البحرين في الفترة 2007 إلى 2014 أيضا وأدار تحرير مجلة أوان وهي مجلة ثقافية تعنى بمراجعات الكتب وأيضا تصدر عن كلية الآذاب بجامعة البحرين في العامين 2003 و2005 هو عضو هيئة التحرير لمجلة البحرين الثقافية في الفترة 2008 إلى 2014 عضو لجنة التحكيم في جائزة البحرين للكتاب المتميز في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسانية لعام 2006 وعضو لجنة التحكيم لجائزة القصة بمزارة التقافة بجمهورية مصر العربية لعام 2009 وعضو لجنة تحكيم جائزة محمد زفزاف للرواية العربية بالمغرب 2016 وأيضا عضو أسرة الأدباء والكتاب البحرين عضو لجنة الدراسات والبحوث في أسرة الأدباء والكتاب 2016 حاصل مرتين على المركز الأول في جائزة الكتاب البحريني المتميز الأول في مجال النقد عن كتاب المقامات والتلقي والثانية في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية لعام 2004 عن كتاب تمثيلات الآخر طبعا له العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات والمحاضرات داخل البحرين وخارج طبعا ما صدر له المقامات والتلقي بحث بأنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الحديث 2003 تمثيلات الآخر صور السود في المتخيل العربي الوسيط 2004 الهوية والسرد دراسات في النظرية والنقل الثقافي 2006 طباع الاستملاك قراءة في أمراض الحالة البحرينية 2007 استعمالات الذاكرة في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ 2008-2014 خارج الجماعة عن الفرد والدولة والتعددية الثقافية 2009-2016 وله طبعتان هذه الطبعة الثانية كراهيات منفلثة قراءة في مصير الكراهيات العريقة 2010 إنقاذ الأمل الطريق الطويل إلى الربيع العربي 2013 وله أيضا مؤلفات مشتركة مع إدوارد سعيد داخل المكان إصدارات كلية الأداب جامعة البحرين عبد الله الغدامي والممارسة النقدية والثقافية 2003 إعادة كتاب التاريخ كتاب مرايا البحرين 2003 الرواية العربية والنقد بيروت 2010 طبعا خارج الكتاب الذي سيتم تناوله هذه الليلة يشتغل بالنقد الثقافي وهو بعنوان خارج الجماعة عن الفرد والدولة والتعددية الثقافية وهذا الكتاب بعد المقدمة يناقش في ستة فصول بشكل جميل وشكل وأيضا بمحايدة علمية ثقافية مجموعة من المفاهيم المتعددة التي دائما ما يناقشها المثقفون والمثقفون السياسيون والأدباء ومن يشتغل في علم الاجتماع وفي مجال الثقافة مثل التعددية الثقافية الليبرالية الفردانية الحرية المساواة الاعتراف التطابق والتشابه الأصالة والهوية وتوحشها طبعا هذه العناوين قد نختلف ونتفق ولكن نترك الوقت للدكتور الناقد نادر كاظم ليستعرض بذلك شكرا جزيلا للصديق والأخ العزيز أحمد العجمي الشكر موصول لجمعية وعد على الاستضافة الكريمة الشكر للحضور الحقيقة التي تشرف بوجودكم كان يفترض الحقيقة أن أكون موجود بينكم فقط لأستمع ولا أستفيد يدور النقاش بيني وبينكم حول الأفكار المطروحة في الكتاب بحكم أن ما لدي من أفكار الحقيقة طرحت في الكتاب وما أظن لدي جديد سوى التدهيل أو التعقيب أو بعض الإضافات الطفيفة التي ممكن تكون مفتتح لإثارة النقاش حول القضايا التي تضمنها الكتاب الكتاب يفترض موجود ووزع بشكل جيد في الفترة الأخيرة في البحرين ولا أجد من المناسب الحقيقة لاستعراض كامل الأفكار الكتاب لأنه موجود بين أيديكم وممكن نستغل الموضوع أكثر لإثارة النقاش حول القضايا التي تضمنها الكتاب ولكن كمفتتح لإثارة شهيتكم للنقاش أنا سأستعرض بعض القضايا التي يدور حولها الكتاب هناك نزعة الحقيقة متصاعدة في القرن العشرين وتحديدا من منتصف القرن العشرين وصاعدا وبدأت تتصاعر بشكل واضح من تسعينات القرن العشرين إلى اليوم وهي نزعة تصنيف العالم على أنه قيانات وجماعات وطوائف وملل ونحل هذه النزعة تفترض الحقيقة أن البشر مصنفين سلفا ضمن جماعات وهذه الجماعات لها شكل طبيعي بما أن الجماعات موجودة وقائمة كمعطة والحاصل أن الجماعات الحقيقة ليست قائمة كمعطة الجماعات شكل من أشكال التصنيف وبالتالي فيها جزء كبير من الاختراع بمعنى أن هناك أفراد أو قوة في لحظة من اللحظات بدأوا في عملية التصنيف أو إعادة رسم حدود إلى مجموعة بشر هذه الحدود هي حدود الجماعات وبالتالي إذا فكرنا في الجماعات على أنها مسألة ترسيم حدود فترسيم الحدود هذا ليس له وجود معطاس بشكل جوهري ثابت لا يتغير من رسم الحدود رسمها في لحظة تاريخية محددة وبالتالي مسألة الجماعات مسألة وجدت في لحظة من لحظات التاريخ علم الإجتماع على الأقل ممكن أحد الإسهامات الحديثة الحقيقة المعاصرة في ذلك الموضوع إسهامي لعالم الإجتماع أمريكي اسمه روجر بروبيكر روجر بروبيكر يطرح فكرة إنه في نزعة هو يسميها لغروبيزم نزعة لإطفاء صفة الجماعة على أي كيان بشري قائم بمعنى أنه ليس بالإمكان رؤية البشر بشكل جيد وواضح إذا صنفناهم في شكل جماعات جماعات على أسس دينية على أسس إثنية على أسس طائفية على أسس طبقية على أسس جغرافية مناطقية أو على أسس الجنس أو النوع أو الجندر أو على أساس العمر وبالتالي التصنيف هو شكل من أشكال تسهيل الرؤية أو الرؤية من دون التصنيف تكون الحدود مائعة بين الكيانات إفتراض وجود جماعات معنات إفتراض وجود حدود هذه الحدود التي تطرحها الفكرة التي تطرحها الكتاب أن هذه الحدود ليست حدود ثابتة بشكل لا يقبل التغيير هي حدود رسمت في لحظة من لحظات التاريخ وبالتالي أنا أفكر في الجماعات كحدث تاريخي حصل يترتب عليه ترسيم حدود أو إعادة ترسيم حدود لم تكن الجماعات هكذا من قبل ليس معنا هذا أن المسلم لم يكن يعرف نفسه على أنه مسلم أو أن الكردي لم يكن يعرف نفسه على أنه كردي أو التصنيفات المذهبية أو أي شك من أشكال التصنيف ماذا يفترض؟ هذا الفكرة النزعة الأولى لإفتراض وجود جماعات ككيانات قائمة يفترض أولا أن هناك جماعات منسجمة بمعنى أن هناك جماعة منسجة كل أفرادها ينسجمون وبينها وحدة وتماسك فالإفتراض الأول في فكرة الجماعة أن هناك تماسك داخل الجماعة في وحدة قائمة بين أفراد الجماعة وهؤلاء يعون بوحدتهم وفي معالم واضحة خارجياً يعني في حدود مرسومة خارجياً وبالإمكان رؤيتها على شكل لغات مختلفة أو ألوان مختلفة أو توزيع جغرافي للمناطق مختلف فهي واضحة المعالم خارجياً هذه الفكرة الحقيقة إذا عرضناها إلى شكل من أشكال التحليل التاريخي لأي جماعة من الجماعات أو لأي توزيع جماعة من الجماعات في أي منطقة في العالم نكتشف أنها فكرة غير صحيحة يعني لو رحنا لأي بلد في العالم وحاولنا أن ندرس كيف تشكلت الجماعات داخل هذا البلد سنجد فيه تموجات في حدود ترسيم حدود الجماعات يعني تاريخياً ليس بالضرورة العراق مصنف طائفي تاريخياً ليس بالضرورة حتى البحرين مصنفة طائفيا تاريخياً ليس بالضرورة الهند مصنفة طائفيا يعني على أقل الهند اللي يعرفون التجربة الهندية أو على أقل المنظور الاستعماري لدراسة وأتذكر مدام عمر موجود بين عمر الشهابي لدراسة قيمة عن البحرين فيها استفادة من هذا المنظور اللي درسوا الهند الحقيقة وتحديداً في مدرسة مشهورة في الهند اسمها مدرسة التابع أو سب ألتران ستجز مدرسة التابع وهي تدرس تشكل الهويات الطائفية والإثنية داخل الهند تلاحظ أن قابل الوجود البريطاني في الهند الحدود الحقيقة عائمة تخوم الجماعات أو الطائف عائمة وليس محددة بشكل صارم بين هندوسي ومسلم الحدود مرسومة على أشكال مختلفة بعضها نفترض أن حالياً الآن 800 مليون هندوسي يكونهم يشكلون هوية واحدة يكونهم يشكلون جماعة واحدة بمعنى جماعة بينها انسجام قائم وبينها مصلحة قائمة واحدة وبينها تماسق قائم بمعزل عن الفروقات القائمة أو الاختلافات القائمة بين الجماعات اللي تشكل هذا الكيان الضخم اللي يشمل هوية الهندوسية للهند قبل الوجود البريطاني كانت تخوم الهويات غير واضحة وغير محددة بشكل صارم بعد الوجود الهندي تم التحديد كشكل من أشكال الإدارة لإدارة مجاميع بشرية كشكل من أشكال توزيع خيرات الدولة في المناصب في المكافآت في الحقوق في حصص إدارة الولايات فكان الشكل الذي استحدثت الإدارة البريطانية لإدارة هذه المجاميع البشرية في الهند هو تصنيفها على أساس طائفي كمسلمين وكهندوس وكسيخ وكمسيح وإلى آخر فالفكرة الأساسية أن ليس للجماعة وجود معطى بشكل قائم وثابت ولا يتغير الجماعة هي اختراع لأفراد أو لقوة في لحظة من لحظات التاريخ ليخدم أغراض محددة وهذا الاختراع يتم تعميمه بمعنى يتم تحسيس البشر بأنكم تنتمون إلى الجماعة الفلانية يتم تحسيس البشر بينكم تنتمون للجماعة الفلانية وليس للجماعة العلانية كيف تتم دل العملية؟ الحقيقة العملية تتم بشكل من أشكال أنا أسميه الاختزال أو تقليص التنوع أو اختزال تنوعنا كبشر كأفراد حتى اختزال تنوعنا في انتماء واحد وأحادي بمعنى هذا أنت تختصر بكاملك على أنك عضو في الجماعة الفلانية أنت تختصر بكاملك على أنك هندوسي أو مسلم أو كردي أو تركي أو فارسي أو سني أو شيعي أو أباضي أو زيدي بمعزل عن كل التكوينات الأخرى عن كل المكونات الهوية الشخصية الأخرى هل معنى هذا أن ليس هناك وجود حقيقي إلى أديان وإلى طوائف وإلى قبائل وإلى كيانات جغرافية حتى ينتمي لها البشر؟ لا كل هذا موجود ولكن السؤال الذي يطرح أنه لماذا يتم استخدام كامل الانتماءات الأخرى إقصائها بأكملها ويتم انتخاب انتماء واحد فقط ويعتبر هذا هو انتماءك الأحادي والمصيري لا تبديل له ولا تغيير إذا المسألة مسألة تشابهات بين البشر ففعليا البشر كلهم يتشابهون على أكثر من مستوى فعليا البشر يتشابهون على أكثر من مستوى والبشر لا يشكلون هوياتهم في الحقيقة على أساس التشابه لأننا فعليا نتشابه أنا اللي يختلف معه في الدين نتفق معه في القومية اللي يختلف معاه في القومية قد نلتقي معاه في الوطن اللي يختلف معاه في الوطن قد نتفق معاه طبقيا وهكذا بمعنى أو بآخر أن إذا مسألة مسألة تبديلات بين محور ومحور نحن فعليا ممكن أن نلتقي مع أي كائن بشر على وجه الكرة الأرضية في أي محور من المحاور في أي مستوى من المستويات أبرز مثال ممكن يطرح للتدليل أو للتوضيح ذا الفكرة طبعا كلكم تعرفوا فكرة الصراع اللي جرى في رواندا بين القبيلتين الهوتو والتوتسي إذا بسأل التشابهات فبين الهوتو والتوتسي تشابهات تقريبا لا حد لها هذول اثنين هم نفس اللون كقبيلتين هم ينتمون إلى نفس اللون ولنفس السلالة كأثنية أو السلالة الزنجية أقصد ليس بالمعنى الإثم الثقافي أم ينتمون لنفس القارة الأفريقية وينتمون لنفس البلد الذي اسم رواندا ولنفس الدين الذي اسم المسيحية ولنفس المذهب الذي اسم الكاثوليكية وكثير منهم يعيشون في نفس المدينة التي هي العاصمة في كيغالي ومتصاهرين فيما بينهم يعني هناك زوج من الهوتو وزوجتي من التوتسي فمن حيث التشابهات بين القبيلتين تشابهات أكبر من الاختلاف الحاصل فيما بينهم أنهم ينتمون لقبيلتين مختلفتين تاريخيا بحكم الوجود الاستعمار البلجيكي في المنطقة جرى توزيع الحصص داخل الدولة لصالح الأقلية الصغيرة اللي هم التوتسي على حساب الأغلبية اللي هم الهوتو فبدأت الأمور تتراكم بس فعليا اللي حدد الصراع الزعامات اللي أطلقت شرارة الصراع أطلقت شرارة الصراع على أساس الاختلاف القبلي بين الهوتو والتوتسي بمعزل وما كانوا شايفين حتى العملية تتم ينبغي أن يتم اختزال هويات الروانديين بأكملهم في هذا الانتماء فقط بمعنى ينبغي على الهوتو اللي يتذكر أن ذر التوتسي اللي راح قتله ينتمي لنفس المنطقة ولنفس المذهب ولنفس الدين ولنفس البلد ولنفس العرق ينبغي إقصاء ونسيان كل هذه الانتماءات والتذكير فقط بانتماء واحد هو الانتماء القبلي للهوتو أو التوتسي لنفترض أن واحد من هذول الهوتو اللي كانت هويته تتحدد بكون هوتو انتخل في القرن الثمنتعش أو في القرن التسعتاش قبل ستينات القرن العشرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو لنفترض أن واحد من هذول الهوتو كان موجود في جنوب أفريقيا قبل تسعينات القرن العشرين قبل المصالحة التي حصلتها وخروج نسي المندلة من الحكم كيف سيرى هذا التوتسي أو الهوتو هوية داخل جنوب أفريقيا إبان التمييز العنصري القائم في جنوب أفريقيا أو كيف سيشوف هويته إبان التمييز العنصري تجاه السود في أمريكا في القرن 18 و 19 أو مطلع القرن العشرين بتغير السياقات سيجد هذا الهوتو أو التوتسي شيئا فشيئا ينظر إلى نفسك أسود الآخرين يصنفون كأسود السيستم بأكمله النظام بأكمله الجماعات جماعته والجماعات الأخرى كلها تصنف على أنها أسود بمعنى اللون هو من له معنى في هذا السياق وليس كونك هويتو أو التوتسي له معنى في هذا السياق أنا أفترض أن هذا الهوتو لو أخذناه في لحظة من لحظات الصراع في إيرلندا الشمالية على سبيل المثال بين الكاثوليك والبروتستانت وهو أسود من الهوتو وكاثوليكي شيئا فشيئا سيجد نفسه أنه ينظر إلى نفسه والآخرين يصنفونه على أنه كاثوليك بمعزل عن لون سواد بمعزل عن القبيلة التي ينتمي لها وهذا الذي يحصل الحقيقة انتماءاتنا تتغير بتغير السياقات بمعنى بتغير البنى التي تكتسب فيها حدود الجماعات معناها ليس لحدود الجماعة هويات عذراً ليس لحدود الجماعات وجود مجرد يعني الهوتو هوتو وين ما راح سني وين ما راح الزيدي وين ما راح هذا الحدود الحقيقة تتغير بتغير السياقات التاريخية والجغرافية تغير السياقات بتتغير كيف ينظر البشر لأنفسهم يعني النقد الأساس الحقيقة الذي يوجهه الكتاب لفكرة الجماعة هي مسألة اختزال وجود البشر الذي أعتبره أنا الحقيقة وجود غني بمعنى لو ترك الأمر لنا كأفراد لنحدد من نحن وماذا نريد أن نكون فالخيارات لا أقول مفتوحة هذا معنى في بناء في الخارج في قوة في الخارج في مؤسسات في الخارج أو في كيان تصنيف قائم في الخارج هو يعمل سلفا أو مسبقا على تصنيفي أو على حبسي داخل صندوق اسم الانتماء للجماعة الفلانية لكن هذا لا معنى أن حريتي أنا في تحديد من أنا وماذا أريد أن أكون حرية معدومة الحقيقة الحرية مسألة تحديد هوياتنا أنا أتصور مسألة تنازع قائم وصراع وأحيانا تفاوض بين ما نريد أن نكون عليه نحن كأفراد وبين بناء أو أشكال أو مؤسسات أو حتى الجماعات والأفراد الآخرين التي يصنفونا في الخارج يعني هناك أمثلة كثيرة في الكتاب وفي بعض الأمثلة حتى من البحرين أنا ممكن أخذ هذا المثال لأنه مثال جيد ويخدم في هذا السياف هناك أحد الكتاب البحرينيين الكتاب الليبراليين البحرينيين الكتاب العلمانيين البحرينيين بمعنى الكتاب الذي من الستينات والسبعينات هو متجاوز الانتماء الطائف في سن شيع في البحرين وفعلياً لا ننظر له لا أنه سن ولا أنه شيع ننظر إلى الكاتب علمانيا أو لبراليا أو حداثة أي قانة التصنيفات وهو ينظر إلى نفسه على ذا الأساس وهو ينظر إلى نفسه على ذا الأساس هو في الأصل من أسرة شيعية منامية فهو صدر كتاب في فترة من فترات عن الإسلام السياسي في الخليج فأمار المكتبة الوطنية وقتها أو واحدة من المكتبات في البحرين فشاف صاحب المكتبة فتظل يدربش معاه هو أعجب بأن صاحب المكتبة معجب بكتابه وظل سهران عليه يقرأ طوال الليل حتى ينجزه لسبب واحد بس لغرض واحد فقط هو أن يريد يعرف هذا الكاتب الشيعي ماذا قال عن حركات الإسلام السياسي السنية فهو يصيب بالصدمة أنت الآن سلفا تصنفني على أنني أنتمي للجماعة الأصلية بمعزل عن قراراتي أنا فكفرد وما اخترت أنا لنفسي كفرد أريد أقول في نفس السياق أن المسألة مسألة تنازع الحقيقة بين ما نريد نحن أن نكون أو ما نريد أن نرى أنفسنا فيه وبين سميها قوة تصنيف في الخارج مؤسسة أن الدولة تصنفك ليس فقط جماعتك تمارس عليك شكل من أشكال الحبس والعزل عن الجماعات الأخرى أن أنت ابن الجماعة كما لو كنت واحد من ممتلكات الجماعة وليس فقط الجماعات الأخرى تصنفك يعني الجماعات الأخرى تنظر إليك على أن أنت رحت ولا نجيد أنت ابن الجماعة الأصل اللي ولدت فيها ويتم النظر إليك داخل بناء أو قوة تصنيف في الخارج على هذا الأساس أنا أقول هذا موجود وإرادتنا أيضا موجودة في تحديد ماذا نريد أن نكون أنا أتصور هو هذه الفكرة الأساسية المطروحة في الكتاب واحدة أيضا من الأفكار المطروحة في الكتاب لها صلة بفكرة أن ما الحل في مسألة اختزال هويات البشر المتنوعة أو وجود البشر الغني والثري والمتنوع أنا عندي حرية تقريبا على الأقل بها مش واسع لأحد من أكون أنا بحرين ومسلم وعربي وأكاديمي ومثقف وابن قرية معينة أو مدينة معينة وابن طبقة معينة ورجل ولست أنثى وإلى آخره في النهاية أنا بشر هذه كلها مستويات أنا في لحظة من اللحظات قد أجد نفسي فيها وقد أجد أن هذا في الحقيقة محور هويتي هذا محور هويتي وقد أفاجأ أن الآخرين يختزلون كل هذا التنوع لأنني أشايف نفسي فيه في انتماء واحد أن أنت ابن الجماعة الفلانية ابن الجماعة العلانية إلى آخر هذا موجود وذلك موجود ما الحل في هذا الموضوع؟ يعني فيه بمعنى كيف بالإمكان مقاومة هذا الشكل من أشكال الإختزال أو التقليص لوجودنا كبشر في انتماء واحد اللي قرأوا الحقيقة أمين معلوف في الهويات القاتلة واللي قرأوا مارات يسان في الهوية والعنف وآخرين هي فكرة حقيقة شائعة بين الكتاب منذ أن كتب أمين معلوف هذا الفكرة إن الحل هو بتذكير البشر بانتماءاتهم المتنوعة إن الحل أن يتذكر السن والشيعة أنهم قبل أن يكونوا سنة أو بعد أن يكونوا سنة وشيعة هم بحرينيين وهم مسلمين وهم عرب وهم خليجيين وهم إلى آخر إلى آخر وبالتالي الحل لمقاومة هذا الشكل من أشكال الإختزال هو تذكير البشر بانتماءاتهم المتنوعة بمعنى الانتماء الأول الذي سيجمعك مع الجماعة ألف الانتماء الثاني سيجمعك مع الجماعة باء الانتماء الثاني سيجمعك مع الجماعة جيم وهكذا بهذه الطريقة فعليا ستجد أن أنت متشعب من حيث الانتماء إلى جماعات متعددة فبأي معنى يتم اختزال وجودي كله أن أنا فقط الجماعة الألف أو الجماعة أبا أنا أطرح فكرة في الكتاب ليس ضد هذا النوع أو هذا الفكرة التي أطرحها أمين معلوف أو أمار تسان وإنما أطرح فكرة أن فكرة الجماعة في الأصل أو فكرة الهوية في الأصل تتضمن أنا أسميه وحش الهوية بمعنى شكل من أشكال إنتاج الشرور فيه شر فيه طابع شراني موجود في أي هوية والسبب يرجع لأن الهوية بشكل أو بآخر فيها شكل من أختزال الأفراد في كيانات مجرد أكبر منهم بمعنى أن ليس المهم الفرد المهم الكيان الأكبر من الفرد وهو اسم الجماعة فهو من حيث المبدأ فكرة الهوية أو فكرة الجماعة وتعطي شكل من أشكال التقدير للجماعة نفسها بمعنى الجماعة لها شكل من أشكال التقدير وبالإمكان تحويل الأفراد لهم البشر الحقيقيين من لحم ودم بالإمكان تحويلهم إلى رقم من بين أرقام هذه التي تكون هذه الهوية أو الجماعة أو إلى ترس في المكينة الضخمة التي اسمها الهوية أو الجماعة بمعنى تقليص وجودهم وقيمتهم كأفراد القيمة الحقيقية لذا الكيان الجماعة الضخم اللي اسم الجماعة في حين أن الكيان الضخم اللي اسم الجماعة الحقيقة هو اختراع يعني هو شكل من أشكال التصنيف التصنيف المخترع ليس هناك وجود مادة للجماعة ليس هناك وجود مادة للجماعة إلا موجود مجموعة أفراد في لحظة من اللحظات يشعرون بتعميق شكل بشكال الروابط فيما بينهم وسيتم أحياناً حتى اختراع سيتم اختراع روابط لم تكن موجودة سيتم تعميق قواسم مشتركة كانت باهتة في لحظة من اللحظات يعني إذا نبغي مثال حتى من البحرين على سبيل المثال وقد يكون حساساً شوية بس قليلاً نذكر الآن نحن نتحدث في البحرين أو على الأقل هذا خطاب موجود وهذا كلام متداول إن فيه سنة وفيه شيعة بمعنى فيه جماعة واضحة المعالم اسمها السنة وفيه جماعة واضحة المعالم اسمها الشيعة فعلياً تاريخياً في البحرين هل هذا كان صحيح؟ هل هذا كان موجود؟ على الإطلاق لم يكن موجود بهذا الشكل الذي نعرفه الآن وممكن حتى إلى اليوم غير موجود يعني ما زال إلى اليوم هو سعي وهو رغبات وهو مطالب أفراد أو قوة لأغراض محددة لها جانب بتسييس الجماعات أو بتسييس الانتمال للجماعات تاريخياً على سبيل المثال الشيعة لم يكنوا شيعة ضل السنة أو في قبال السنة يعني الآخر للشيعة لم يكن السنة في البحرين الآخر بالنسبة للشيعة الأخباري هو الشيعة الأصولي الآخر للشيعة الأصولي هو الشيعة الأخباري وحياناً بين قريتين متجاورتين الآخر لا هو هذا ولا هو هذا الآخر هو ابن القرية الفلانية ابن القرية العلانية بمعنى القرية الفلانية سترسم حدود انتماءها بناءً على أنها ليست ذاك الآخر وهذا القائم فعلاً القائم أننا نشكل هوياتنا ليس بشكل إيجابي على ما بيننا من قواصم مشتركة وإنما بشكل سلبي بمعنى ما ليس موجود عند الآخر هو مناسب لأن يكون مقوم أساسي لترسيم هذا الحدود وبالتالي ينبغي تحديد يعني اللي يحدد هويتنا الحقيقة هو الآخر هذا وفي المجتمع نسميه الآخر المهم بمعنى الآخر الذي بناءً عليه تتحدد حدود الهوية ألف لو تغير هذا الآخر يعني بكمثال افتراضي لو في بلد من البلدان يعيش فيه بشر عرب وأكراد وتركومان وفرس أو خلينا نخليها أوضح في عرب وعلى سبيل المثال العرب في أتراك وفي كرد وفي عرب قد نفترض ابتداء على أن الجماعات سيشكلون هوياتهم على الأساس القومية باعتبار أن الآخر المتجاور معهم أو اللي جوارهم هو آخر قومي إما كردي أو تركي إذا افترضنا فيه عزلة للأكراد في جبال وسلسلة جبال تحيط بالقبائل الكردية تعزلها عن الآخر العربي وعن الآخر التركي وليس هناك اتصال مباشر بين الأكراد وبين العرب وبين الأتراك كيف سيشكل الأكراد حدود هوياتهم ستتشكل حدود هوية الأكراد على الآخر الداخل يعني الكردي الذي في الشمال والكردي وهكذا تحديد الهوية الحقيقة النقطة الأساسية نقطة الانطلاق في تحديد هويات البشر هي في تحديد هذا الآخر اللي بناء عليه تترسم الحدود لو افترضنا أن الأكراد على سبيل المثال المسلمين في أكراد مسلمين وفي أكراد مسيحيين في أكراد مسلمين وفي أكراد مسيحيين بتتشكل هوية الأكراد على أساس الدين كمسلمين وكمسيحيين إذا جت كارثة وأبادت كل الأكراد المسلمين أو النسيحيين وبقى يفقد الأكرار المسلمين لحالهم في المحيط الجغرافي الذي هم فيه سيتم عملية أحيانا شاقة وتتخذ مدى في الزمن لإعادة ترسيم حدود هذه الهويات أن يبدأ الأكرار المسلمين يعيدوا فرز أنفسهم على أساس مختلف كأكرار المسلمين في الشمال في قبل أكرار المسلمين في الجنوب وبالتالي الذي أطرحه في الكتاب أن فكرة الهوية بحد ذاتها تنطوي على شكل من أشكال إنتاج الشرور بمعنى ليس بالإمكان تخيل الجماعات أو الهويات إلا بالحدود أن هناك حدود ترسم من هم داخل الدائرة عن من هم خارج الدائرة بين نحن وهم وبالتالي فكرة الحد فكرة الحدود هي التي تخلق المسافة بينه وبين الآخر حتى لو كانت مسافة افتراضية أو مسافة متقيلة بس هذه المسافة الحقيقة هي التي تجعل البشر يتعاملون مع أبناء جماعتهم بحميمية أحياناً مبالغ فيها وتجعلهم يتعاملون مع أبناء الجماعات الأخرى ببرود وحتى انعدام إحساس يعني فيه تشبيه إلى أحد الفلاثفة النرويجيين يشبه الهوية على أنها ثلاجة معكوسة بمعنى الثلاجة حتى تنتج هواء بارد في الداخل عليها أن تنتج هواء حار في الخارج الهوية تنتج حميمية وحرارة في العلاقات بين البشر داخل أفراد الجماعة لكن نتيجة ذلك تكون تعامل بارد وأحياناً حتى متخشب ومنعدم مع الآخرين هذا العدام الإحساس أو البرودة في الإحساس مع الآخرين هو الذي يولد كل المشاكل التي لها صلة بموارسة تمييز على الآخرين أو بموارسة حتى قتل على الآخرين أو إبادة على الآخرين وبدم بارد المسافة تعطيك شكل من أشكال راحة الضمير على أن ما ترتكبه الحقيقة ليس أمر بشع وخطير ليس أمر بشع وخطير هو أمر إذا استعرنا مثال أو مصطلح الحنة أرند هو شر تافه هو شكل من الشر ليس له أبعاد فضيعة وخطيرة وبالتالي أنت تقتل بشر مثل ما تقتل دبابة أو مثل ما تقتل أي حشر تقتل أي حشر بنعدام ضمير وبالتالي تستطيع أن تقتل أي بشر بنعدام ضمير لأن هذه المسافة الحقيقة تعطيك إحساس أن ما تعمل الحقيقة هذا شيء لا يترتب عليه أي تمزغ أي تمزغ في المشاعر الداخلية للكفرد أنا أكتفي بهذا لأن أبو فراد يلاحقنا بلقيقتين أظن أن أخذت منهم ثلاث أشكر لكم حسن استماعكم وشكرا جزيلا